اشتركوا في القناة ويخلفه الله عز وجل خيرا في قلبه طمأنينة وسعادة وفي الآخرة الهدى والأمن التام مما يأتيه من الملمات والعواقب والأخطار والمخاوف التي تكون يوم القيامة فإذا كان الناس في خوف فإن المرأة إذا كان موحدا لله عز وجل كان في أمن وهدى فاتقوا الله يا عباد الله وتمسكوا بالتوحيد أفردوا الله عز وجل بالتوحيد وأفردوا النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة واعلموا أن توحيد الله هو الفاصل بين أهل الجنة والنار وتأملوا هذا الحديث العظيم يا عباد الله حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة تأمل هذا الحديث العظيم الذي يدل على سعة رحمة الله وهديته سبحانه وتعالى العظمى لذلك الموحد حتى لو أنه جاء بملء الأرض هذه معاصي وذنوب فإن الله عز وجل لا يستعظمه ذنب ولا يستكرهه شيء سبحانه وتعالى فهو الغني الغنى المطلق يا عباد الله وهو غني عن تعذيب عباده لو جاء المسلم بملء الأرض هذه ذنوبا ثم لقي الله عز وجل يوحده حق التوحيد مؤمن بالله عز وجل موحدا يريد ما عند الله عز وجل في إيمانه أتاه الله عز وجل بمثل هذه الأرض مغفرة وهذا مما يجعلنا نتمسك بالتوحيد ونعض عليه بالنواجد ونبتعد عن ما يشوبه وكل طريق يؤدي إلى الشرك فإننا نقطعه عن التفكير فضلا عن مسألة العمل لا نجعل هذا الدين عرضا للتسلية ومسألة الاستكشاف وأريد أن أرى فقط أنا أضحك هذه المسألة ليست فيها ضحك يا عباد الله لا يعرض المسلم دينه إلى التلف فكما أن التوحيد فيصل بين أهل الجنة والنار فإن الشرك صاحبه مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على التوحيد والسنة سعداء وأن يميتنا على التوحيد والسنة شهداء وأن يحشرنا في زمرة الأثقياء اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راضا عنا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين أواهين منيبين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تمكر علينا ويسر لنا الهدى وانصرنا على من بغى علينا